بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي الطلبة ومشاهدين الكرام كنت وعدتكم قبل كده في الفيديو اللي فات بان احنا نتكلم ان شاء الله عن الدراسات العليا لتخصص نظم معلمات الادارية بالاخص خارجي المعهد الخاصة في فيديو خاص لوحده ومعليش ممكن اتأخرت في الفيديو شوية يعني الظروف انشغالي في المشاركة في مؤتمر وفي الشغل ويعني اتضغطت شوية الفترة اللي فاتت فعشان كنت اتأخرت في الفيديو شوية مع زرة يعني بعتذر عن التأخير وان شاء الله الفيديو ويجبكم وان شاء الله الفيديو ده هتكلم فيه عن الدراسات العليا لخصص نظم معلومات الادارية تمام فزي ما بقول كل مرة انا بستهدف من بالفيديو ده زي ما قلت الفيديو اللي فات انا عندي بتكلم في النظم معلومات الادارية عن خريجي المعاهد اللي بتحمل الاسماء دي يبقى انواع المعاهد دي خدوا بالكوا يا جماعة انا بتكلمش عن معهد بعينه ما بقولش المعهد الفلاني نهائي انا بتكلم عن انواع معاهد يبقى بالتالي المعهد اللي اسمه بيحمل كلمة معهد عالي للحاسب الالي ونظم معلومات الادارية او معهد اسمه بيحمل كلمة معهد عالي للحاسبات ونظم معلومات الادارية او معهد في اسمه موجود معهد عالي لعلوم الادارية شعبة نظم معلومات الادارية يعني اي حاجة لها علاقة اي معهد عالي لعلاقة بكلمة نظم معلومات ادارية هو ده اللي انا بتكلم عنه فبتكلمش عن معهد بعينه تمام كده طيب بستهدف مين انا بستهدف الناس اللي خلصت ومعاهم باكريليوس نظم معلومات ادارية تمام كده واللي هو خلاص قليدي خلصوا معاهم باكريليوس فعايز يعرف يعمل دراسات عليا ازاي والطلبة الحاليين اللي برضو بيفكر انه يكتهد علشان يعمل دراسات عليا وعايز يعرف طريق الدراسات العليا للباكريليوس بتاعه هيبقى شكله ايه طيب هنتكلم عن ايه النهاردة الفيديو دوت ان شاء الله هنتكلم فيه مع بعض عن ايه هي الدراسات العليا صفات طالب الدراسات العليا او الباحث العلم الجيد ايه هي التخصصات المتاحة في الدراسات العليا لنظم معلومات الادارية هنتكلم في النقطة ديت عن البي اي اس شوية وعن تخصصات اخرى متاحة وهقولك تعرفها ازاي وتخشها ازاي وهنتكلم عن سؤال مهم او نجاوب عن سؤال مهم هو ازاي اختار كلية اسجل فيها الدراسات العليا بتاعتي اللي تخصص نظر معلومات بتاعي ازاي ادخلها وايه الافضل اعمل دراسات عليا ولا ااخد طريق الميستري المهني وشهادات الدولية وسوق العمل يعني ايه الافضل لي عشاء خاطر اشتغل واشتغل كويس واشتغل بسهولة وايه المناسب لي ان شاء الله ده الفيديو بتاع النهاردة اول حاجة بحب اتكلم عنها عشان الناس تبقى عارفة ان احنا بنتكلم عن ايه احنا بقول دراسات عليا طب يعني ايه دراسات عليا بنقول هي مرحلة متقدمة من الدراسة ودي بتكون بعد البكاليريوس بتاعك يعني بعد ما بتتخرج يعني محدش يقول لي ايه ينفع وانا في سنة ربعة او في اجازة التالتة ابدأ اعمل اي حاجة في الدراسات العليا اروح اعمل دبلوما مش عارف في ايه او اعمل الماجستير في ايه او لا 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 خالص انت لازم تكون مخلص البكاليريوس تمام كده يعني لازم تكون حصلت على درجة البكاليريوس في التخصص عشان تبدأ تسجل في ايه في الدراسات العليا يبقى هي دراسات متقدمة ما بعد مرحلة الايه في منها حاجة اسمها الدبلوم العالي وفي ماجستير وفي دكتوراه وهكذا طبعا دي درجات متتالية يعني مش ينفع ان انا اخد دكتوراه وما يكونش معاي ماجستير وهكذا تمام يبقى بكده احنا خلاص عرفنا ايه هي الدراسات العليا طيب انا قلت تعريف عام لها على فكرة يعني انا اتكلمت قلت تعريف كده عام عن الدراسات العليا موضوع كبير ولي تفاصيل يعني لما تخشوا هتعرفوا لكن انا بقول ايه هي مؤهلات الدراسات العليا وخلاص ونخشها ازاي طب ايه صفات طالب الدراسات العليا او الباحث الجيد بقول اول حاجة الوصول لمستوى عالي من المعرفة الفنية او العلمية المهنية يعني بمجاله كلما امكن طيب ده هيجي ازاي عن طريق كورسات او دورات او اي حاجة زي كده وان شاء الله هنتكلم فيها بالتفصيل في فيديو تاني طيب ليه يكون عنده معارفة فنية يعني ايه الفرق يعني والله انت النهاردة راجل رايح تعمل ماجستير ودكتوراه وهتبقى دكتور مثلا في البرمجة وما بتعرفش تكتب كود ازاي ما لازم تكون بتعرف كود تكتب كود كويس طب انت رايح تعمل مثلا ماجستير ولا ولا دكتوراه وما تعرفش غير فيجوال بيسك مثلا مثلا لغة واحدة طب ازاي ما منشا ينفع انت راجل المفروض رايح تبقى دكتور في المجال ده او في مجال البرمجة او في مجال معين وفنياتك وحشة فيه وفنياتك واقعة فيه ازاي هتعمل بحس علمي فيه وازاي تشتغل فيه اه وتطور في المجال دوت وانت ما بتعرفش تشتغل فنيات المجال ده ومش ومش على ضراية كافية بيها اه رايح تعمل ماجستير ولا دراسات عليا في شبكات ولا في شغلة اي تي وانت ما تعرفش اصلا يعني ايه ويندو السيرفر ولا تعرف انواع الشبكات يا ضوبك خدتها بس كده في الباكروس بتاعك وخلاص وما اشتغلتش بايدك وما جربتش بايدك يبقى ازاي بعد كده هتطور في المجال دوت مانت راح تعمل دراسات عليا راح تطور هتطور فيه ازاي وانت فنيا واقع فيه يبقى مهم جدا انك تطور نفسك فنيا مهم جدا انك تعلي نفسك من نواحل عشان قاطر لما تيجي تطور تبقى فاهم تعمل الكلام ده ازاي والحاجات دي بتتعمل ازاي وفعلا قبل للتطوير ولا لا الفكرة بتاعتك قبل للتطبيق ولا لا تمام كده يبقى مهم قوي عندي ان انا اوصل لمستوى عالي من المعرفة الفنية والاسليب العملية بالمجال بتاعي والحاجات التكنيكال والادوات واستخدامها وتطبيقها في مجالي اكون شاطر فيها تمام طيب ايه تاني بقول لك مهمة قوي التخطيط وإدارة الوقت يعني طالب الدراسات العليا دوت لو ما قدرش يعمل جدول زمني لكل حاجة في حياته الدراسية امتى هبدأ ابحس هفضل ابحس عن الفكرة من فترة كذا لفترة كذا هبدأ اقرأ المراجع من فترة كذا لفترة كذا وابدأ احط موعيد لنفسي دي مهمة جدا لو ما قدرتش تعمل دوت يبقى يا ابن الناس ما تخشش دراسات عليا هتبهدل نفسك بهدرة ومش هتخلص النقطة اتاني انك لازم تلتزم بالجدول اللي عملته ده يعني حاول على قد ما تقدر تلتزم بالجدول الزمني دوت لان ما فيش حد هيقول لك قوم ذاكر ما فيش حد هيمشي وراك ويقول لك تعالى الحق دا المشرف قال لك تعالى يوم كذا ومخلص كذا يبقى لازم تروح له ومخلص محدش هيكلمك ومحدش هيكون له علاقة بيك يعني ان الاخر انت بتدير نفسك بنفسك خلاص انت عددت المراحل بتاعة المذاكرة والامتحان والكلام ده لا لا خالص انت سابق انت النهاردة في مرحلة تانية ودخلت نفسك في مرحلة تانية انت بتدير نفسك فيها من كل الجوانب يعني ولا حد هيقول لك قوم ذاكر ولا حد يقول لك وراك ايه ولا حد هيسألك هتخلص امتى ولا الكلام ده خالص لان ما حدش هيعرفه غيرك وبناء عليه انت لازم فعلا تعمل جدول زمني نفسك تخلص به المهام والتاسكس اللي وراك والابحاث اللي وراك والمذاكرة اللي وراك وتحاول على قد ما تقدر تلتزم بالجدول ده ودي حاجة مهمة جدا جدا مش هتقدر تعمل ده ابعد عن الدراسات العليا صدقوني انا بنصح لوجه الله وبقولك الكلام الحقيقي اللي هتعيشه بجد لما تبدأ تسجل دراسات عليا يبقى لازم تعمل لنفسك جدول زمني وتلزم نفسك به لزم نفسك به وكأن في حد هيسألك وكأنك هتروح منك لانها فعلا هتروح منك لو ما لحقتش تلتزم بالجدول الزمني ده حاجة كمان مهمة ويمكن هي نفس المعنى بس انا حبيت اعيدها تاني عدم التكاسل والتأخر في البحث والقراءة وتسجيل ملاحظاتك يعني انت قررت خلاص النهاردة هتبحث عن مراجع كذا وكذا وتبدأ تقرأ المراجع دي ما تكسلش في ان انت تجيب المراجع دي في الوقت ده طولت شوية في قراءة مرجع ولا حاجة ما فيش مشكلة لكن ما تكسلش ما تقولش ايه اصل الوقت تأخر لا خلاص خليها بكرة اصل بحب اعود بالليل بلاش دلوقتي عيجي بالليل كسلت عايز انام وفتلاقي الدنيا بتسويف وعمل تأخر تأخر وتكسل في نفسك بالتالي تلاقي كل حاجة ترقمت عليك ملحقتش تجمع مراجع ملحقتش تقرأ ملحقتش تعمل مخزون معرفي كافي ليك عشان تكتب بحث او عشان تعمل بحث يبقى بالتالي تكسل بتاعك وتأخرك كالازمة كبيرة بالنسبة لك كاية مشكلة كبيرة وضروري وانت بتقرأ الابحاث والمراجع دي وبتسمع عن معلومات وحاجات جديدة انك تكتب ملحظاتك في اللي بتسمعه دوت او بتقراه ده شيء مهم جدا ملحظاتك دي هتساعدك بعد كده انك تربط الخيوط ببعضها بانك تجيب الافكار وتمزجها مع بعضها وتطلع حاجة جديدة فملاحظاتك دي مهمة جدا ما تسيبش حاجة تعد عليك وخلاص اخر نقطة في الحكاية التخطيط وقدرت الوقت دي بقولك فيها ما تأجلش اي اجراء يخص الدراسات العليا والبحث العلمي الله ليه لان كل يوم الدراسات العليا في قوانين جديدة وفي اشكال جديدة والدرجة ان اللوايح الداخلية بتاعت الكليات اللي تخص الدراسات العليا اللوايح الداخلية نفسها ممكن يكون فيها تعديل مجلس الكلية اجتمع لسبب ما وعدل في رايحة الدراسات العليا فتتفاجئ ان كان في حاجة تقدر تكسبها النهاردة تاني يوم مقدرتش تحصل عليها خلاص ضعت منك لان تصدر قانون جديد ستطلع قرار جديد يلغي القرار اللي قبله او يأجل القرار اللي قبله او يتعامل مع حالات معينة بشكل معين وضع منك انت الفرصة اللي كنت ممكن تحصل عليها يبقى بالتالي تأجيلك في اجراءات الدراسات العليا في التقديم او في التسجيل او في المناقشة او في اي مرحلة مما راح الدراسات العليا تأجيلك وعدم التباع التعليمات بشكل سريع وانك تنجز بسرعة هيضيع منك فرص انت كنت فعلا محتاجة بعد كده نتكلم عن المقدرة على التعلم الزدي صدق ان دي مهمة جدا 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 في كل الاحوال بقى دخلت دراسات عليا او مدخلتش طالما في نظم معلومات يا ابن الناس طالما انت دخلت الكارير ده طالما انت خلاص حطتي نفسك في في كارير التكنولوجي يبقى لازم يكون عندك القدرة وعندك القدرة على التعلم الذاتي دي حاجة مهمة جدا 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 لان لو كل حاجة هتمشي فيها وراء الكورسيز وراء الكورسات يبقى مش اتخلص يبقى مش اتكفي نفسك فلوس فانت لازم يكون عندك تعلم ذاتي لازم تكون عندك الرغبة في تعلم اشياء جديدة بشكل دوري يعني لازم تكون حابب انك تتعلم حاجة كل يوم معلومة جديدة كل يوم معلومة جديدة كل اسبوع يا سيدي حسب ظروفك وحسب حياتك وحسب فكرك لازم تكون حابب ده وكون حريص جدا على كده يعني الواحد لو بيعدي منه اليوم ما اراش في معلومة جديدة بيحس اليوم ده ضع منه ضع من عمره ليه لان ما استفدتش باليوم دوت بمعلومة جديدة. طب ليه اضيع عمري من غير ما استفيد بمعلومات ويبقى عندي مخزون معرفي كويس. يخليني فعلا اتعلم ويخليني انجز في البحث بتاعي وفي الدراسة بتاعتي. يبقى لازم يكون عندك رغبة شديدة في تعلم اشياء جديدة بشكل دوري. لازم تحرص على كسب المعلومات من كل المصادر الممكنة. سمعت كلمة وانت قاعد مع ناس مع دكاترة مع بحسين مع اي حد. لما تخش في الدراسات العليا هتقعد اعداد من دي كتير. هتحضر ندوات ونؤتمرات كتير. هتسمع كلام كتير ما تعرفوش ومصطلحات كتير ما تعرفهاش. لو ما دورتش ورا الكلام اللي اسمعته دوت والمصطلحات اللي اسمعتها ديت بشكل كويس واسمعت واسمعت شرح عنها وتوضيح عنها لاكتر من مصدر مش مصدر واحد يبقى انت ما تنفعش في الدراسات العليا. لان الدراسات العليا يعني عارف بتمشي كده الكلمات والمعلومات بتستفزك انك تجري وراها. وانت لو ما عندكش الحث ده يبقى متنفعش في الدراسات العليا. لازم تجري. ولازم يعني يبقى عندك الحث اللي هو الاستفزازي للمعلومة. تسمع مصطلح كده جديد عليك. لازم تجري على طول تسجله على الموبايل ولا في نوت. واجري على طول ابحث عنه وذاكر وراه وشوف ايه المصطلح الجديد ده. الناس دي بتقول لك كلمة ديت معناها ايه? وليه بيقولوها? وتبحث عن مصادر علمية. يعني مش اي حد بيقول اي كلام تروح تسمعه وخلاص. لازم معلوماتك يبقى لها وثقية. يبقى لك مرجعية علمية صحيحة. مش اي حد يقول ايه كلام ارجع له. طيب الاهتمام بتفاصيل كل حاجة بتتعلمها وتطرح اسئلة لمعرفة المزيد. يعني مثلا جيت تدرس اه بايثون مثلا بتدرس حاجة ولا اي حاجة. ما تاخدهاش من برا وخلاص وتاخد عنوين وتاخد بعدك وخلاص اجيني عرفت يعني ايه? لا. خش في التفاصيل. اعرف يعني ايه صح? اعرف اين فيها? اعرف الناس بتشتغل ازاي فيها? اه درست معين. خش في تفاصيل الالجوريثم. ممكن تفاصيل الالجوريثم تخليك تقدر بعد كده تطور فيه وتعمل وتحسن في الالجوريثم دوت. ممكن الالجوريثم دوت مجرد انك درست الالجوريثم وتفاصيله تقدر بعد كده تبتكر حاجة جديدة من خلاله. يعني لازم تهتم بالتفاصيل عشان تتعلم صح. وطول ما انت بتسأل يعني مش عايزين اسئلة وخلاص. لا بس طول ما انت بتسأل في الموضوع لمعرفة التفاصيل ده هيفيدك اكتر انك تتعلم اكتر وانك تقدر تطور وتقدر تبتكر اكتر. نقطة كمان مهمة انك لما تيجي تبحس على اي معلومة زي ما قلت لك ما تاخدش من مصدر واحد خد من مصادر عديدة وما تستناش حد يشرحها لك. يعني ايه? يعني لقيت حد يشرحها لك اهلا وسهلا ما لقيتش اجري اسعى شوف غيره وشوف غيره شوف الدكتور فلان في كلية الفلانية. طب ده مش غول شوف غيره في نفس الكلية. طب الكلية ده مش عايق اوصل لحد فيها اروح جامعة تانية يا سيدي كلية تانية نفس التخصص وشوف دكتور يشرح لك الحتة ديت. ما تستناش. ابحث على الانترنت تشوف الناس الفيديوز اللي شرحها الموضوع ده والدكاتر اللي عامل فيديوز كتير شرحين حاجات كتير. شوف الدكاتر اللي عامل فيديوز بيشرحوها ازاي? وهكزا. يبقى ما استناش شخص معين وكبر دماغي ووقف حياتي على معلومة عشان الشخص ده وتشرح حالي. حب العلم والقراءة والتعلم الذاتي من اساسيات طالب الدراسات العليا والباحث الجيد. صدقوني لو انت ما بتحبش العلم وما بتحبش القراءة وما بتحبش التعلم والمذاكرة ما تخشش دراسات عليا. صدقوني دي نقطة مهمة جدا. نيجي بعد كده للقدرة على التفكير وحل المشاكل. توصد بها ايه? عايزة اقولك ان لازم يكون عندك قدرة على التحليل والتوليف بين الافكار والربط بين المفاهيم. يعني مش مجرد ان انت سمعت معلومة وخلاص. حل للمعلومات اللي خدتها. حل للبحث اللي بتقراء. وبعد كده هات الافكار اللي في الابحاث دي تحطها جنب بعضها كده. وحاول تعمل توليفة جميلة من الافكار دي وبعضيها. واربط المفاهيم ببعضها عشان تفهم اكتر وتخش في عمق المعلومة. يعني ما تاخدش المعلومة من بره. لو انت وصلت لمرحلة انك تقدر تربط المفاهيم ببعضها هتقدر تفهم المعلومة بعمق. وبالتالي تقدر انك تبتكر وتعمل حاجة كويسة. كمان القدرة على تطوير الافكار لاجات حلول بديلة مفيدة وجديدة. وانا لو ما عنديش القدرة ان انا طور الافكار دي ومعرفت ازاي اقدر اوصل لمرحلة ان انا اطور من الافكار دي هيبقى صعب دخول الدراسات العليا لان انا محتاج اطور. طبعا الحكاية دي بالاخص النقطة دي ممكن تكتسبها في التمهيدي. في مرحلة التمهيدي بتاعت الماجستير ومرحلة التأهيلي بتاعت الدكتوراه. ممكن تكتسب النقطة دي فعلا في المرحلة بتاعت التمهيدي والتأهيلي. حاول تثقل النقطة دي من البداية عندك. علشان تقدر ان شاء الله تمشي في الدراسات العليا بشكل كويس. نقطة كمان ان يكون عندك القدرة المعرفية او المعرفة بطرق تحديد المشكلة البحثية والتفكير في طرح مشكلة بحثية جديدة. الله انت بتهضر عمياسك. يعني هو انا ممكن يكون مفيش مشكلة وافكر في مشكلة علشان خاطر ادور على حل ليها. واه طبعا وبحل بشكل ابتكاري ومش تقليدي. ومش تقليدي. وبالتالي انت فعلا عملت بحث علمي وبحث علمي قوي. يعني مش لازم المشكلة تكون موجودة. يعني ممكن افكر في مشكلة اه مش موجودة. واسمعنا الكلام ده من اسدتنا ودكترتنا الكبار. قالك ان في مشاكل فعلا موجودة احنا عايزينك تدور على حل ليها بشكل ابتكاري وبشكل جديد. وفي مشاكل مش موجودة انت فكرت فيها كباحث وبنان عليه المشاكل دي خلتك تدور ورا حل المشاكل اللي انت ابتكرتها وفكرت فيها دي اخترعتها دي خلتك تفكر ورا حل بحثي. بس تدور ورا حاجات تفيد الناس. دور ورا مشاكل تفيد الناس وتفيد المجتمع اللي انت فيه. تمام? فلازم يكون عندك المهارات اللي تقدر تحدد بها المشكلة والمعرفة اللي تعرف ازاي تحدد بها مشكلة وازاي تفكر ورا المشكلة ديت وتحلها ازاي. اخر حاجة بقول الابتكار والابداع من اهم ميزات التفكير البحثي للبحث الجيد. لازم تكون شخص عندك مهارات الابتكار والابداع. علشان تقدر تعمل بحث حلو وبحث علمي كويس. دي نوuta مهمة جدا انت عملت وقل لي عن ما اسل بحث وبحث علمي وبحث. انا داخل اعمل دراسات عليا ايه احكاية البحث العلمي والبحث وماص وتدراسات العالية بحث علمي. والدراسات الدعلي يعني ابحاث وعنشر ابحاث. فانت لو مش هتعرف توصل لده. ما مش هتعمل دراسات عليا. الدراسات العالية مش مجرد شهادة انت داخل تاخدها تاك انت تقول شهدت الماجستير ولا شهدت دكتوراه وسلامه عليكم لا الدراسات العليا بحث علمي ونشر ابحاث علمية وافكار في البحث العلمي وابتكار وابداع فدي نقطة مهمة جدا حاول توصل نفسك لها تقول لي يعني انا مش واصل للدرجة دي قوي بس حابب اعمل ده مش مشكلة في حاجاتها تكتسبها فعلا في التمهيدي والتأهيلي بس ما ينفعش مستوك يبقى اصلا واقع وما وما طورتش من نفسك وما وصلتش نفسك للمرحلة دي وتقول لي انا دخل اخو الدراسات العليا لايب بس طوب ما تضيعش نفسك وما تضيعش وقتك كده خلصنا مع بعض ايه هي الدراسات العليا ايه صفات طالب الدراسات العليا بشكل مجمل يعني اتقول لي هي دي كلت صفات لا طبعا في صفات اكتر وفي حاجات افضل ولكن انا حبيت اقول الحاجات المهمة من وجهة نظري ومن وجهة نظر بعض الدكاترة اللي ترحين الموضوع ده طيب نخش بعد كده في ايه التخصصات المتاحة في الدراسات العليا لنظم المعلومات الادارية فانا بقول الدراسات العليا لنظم المعلومات الادارية متاح لك البي اي اس تخصص البي اي اس اللي هو البيزنس انفورميشن سيستمز وده بيبقى موجود في كليات التجارة طب موجود في انهي جامعة مش في كل الجامعات مش في كل كليات التجارة لتبع الجامعات طب في انهي كلية وفي انهي جامعات انا هقول لك لو سمحت ابحث على الانترنت واسأل الدكاترة هيقولولك طب ليه انت ما تقولناش في الفيديو علشان ما ينفعش وانا بشرح في الفيديو اقول اسماء جامعات بعينها ليه ما هو ممكن انا اقولك اسم جامعة دلوقتي بعينها وللأسف الجامعة دي تغير اللايحة بتاعتها ما يبقاش عندها باي اس وممكن ما اقولش جامعة اقولك الجامعة دي ما فيهاش والجامعة دي تغير اللايحة بتاعتها وتضيف اللايحة بتاعتها باي اس يبقى انا كده قفلت عليك انك تدور وانك تعرف معلومة مهمة او مكان جامعة مهمة قريبة ليك او غيره وقفلت عليك المعلومة لا يبقى انا بس بعرفك ان تخصص البيعي اس دوت موجود في كليات التجارة في بعض الجامعات وده بيقبل البكاليوس بتاعك بيقبل الايه البكاليوس بتاعك وبتقدر تعمل فيه دراسات عليا مباشرة بدون دراسة دبلومات او غيره بتخش على طول تمهيدي ماجستير بتخش على طول تمهيدي ايه الماجستير طيب وايه تاني وماجستير في الادارة طبع كليات التجارة برضو يعني اقدر اخش بالبكاليوس بتاعي اعمل ماجستير ادارة في كليات التجارة بدون اي دراسة قبلها اه في في جامعات كتير بعض الجامعات بيقول لك اعمل دبلومة وبعضها بيقول لك لا هات البكاليوس بتاعك بنقبله وبتخش تعمل ماجستير في الادارة طبعا سواء اذا كان بها قصة او ماجستير ادارة او غيره كده كده بيحصل لك ايه بيتم عمل اختبار ليك تمام فانت طبعا يعني ايا كان التخصص اللي هتخشه هتختبر وهتختبر في التخصص دوت طبع الكلية وتبقى للايحة الدراسات العليا بتاعة الكلية اللي انت دخلتها تمام كده طيب وايه تاني وعندك تخصصات اخرى عن طريق الدبلومات يعني ايه يعني انا ممكن اعمل دبلومة وغير التخصص وخش تخصص مش بتاعي اه ينفع وفي بعض الجامعات وجامعات كتير جدا بتقبل الموضوع دوت وفتحة دبلومات كتير وتقدر تعمل فيها الكلام ده تمام يا جماعة طب ايه كمان حاجة مهمة جدا لكل خريجي نظم معلومات الادالية كلنا بنسعى او اغلب خريجي نظم معلومات الادالية يقول لك انا عايز ابقى حاسبات ومعلومات انا عايز اخش حاسبات ومعلومات انا نفسي عامل ماجستير في البرماغة انا عايز اعمل ماجستير طبعا CS كمبيوتر ساينز وعلم حاسب انا عايز اخش اي تي وشبكات وعن ماجستير في الشبكات. كتير جدا بيفكروا في الحكاية دي. الموضوع ده ينفع? اه ينفع بعض كليات الحاسبات ومعلومات يا جماعة بتقبل البكاريليوس بتاعك بدون ايه? بدون دراسات سابقة. بعض الجامعات. يعني بعض الكليات فبعض الجامعات. مش كلهم. طب بعضهم بيقبالك بديبلومة. خب بالك بقى. يعني بعض كليات الحاسبات والمعلومات بيقبالك بديبلومة. وفي الحالة دي كمان مش لازم تخش قسم نظم معلومات بس. ده انت ممكن تخش قسم كمبيوتر ساينز. علوم حاسب. او تخش اي تي. او تمكن تخش اي قسم تاني غير نظم معلومات بالديبلومة. بس برضو ده مش في كل الجامعات ده في بعض الجامعات. تمام يا جماعة? طب يا عم ياسر انهي جامعة ولا انهي كلية ولا اسم الجامعة ايه ولا اسم الكلية ايه? اتفقنا ان مش هينفع اقول لك اسماء كليات او اسماء جامعات. ابحث على الانترنت هتعرف كل حاجة. وهقول لك في في الفيديو واحنا شغالين مع بعض ازاي تختار كلية? ازاي اختار كلية الدراسات عليا? وهي دي النقطة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي مع بعض. ازاي اقدر اختار كلية لتسجيل الدراسات العليا فيها? اول حاجة البحث على الانترنت زي ما قلت لك في اللي فاتت انك تبحث على الانترنت وتحمل الليحة بتاعة الدراسات العليا لكل كلية بتخش على الموقع بتاعتها. ده من خلال الموقع بتاعها. واقراها كويس جدا وبتمعهم. ليه? علشان خاطر انت من خلال الليحة بتاعة الدراسات العليا بتاعة الكلية دي هتقدر تعرف انت ليك دراسات عليا في الكلية دي ولا لا? دي رقم واحد ودي مهمة جدا. هتقدر تعرف بعدها ايه المطلوب? انت موفر مطلوب كله ولا لا? فهتقدر تعرف حاجات كتير جدا من خلال الليحة بتاعة الكلية. لايحة الدراسات العليا بتاعة كل كلية بتختلف من كلية للتانية? اه. بتختلف من جامعة للتانية? اه. الاختلافات صحيح مش كبيرة بس فيه اختلافات. يبقى انت لازم تخش على موقع كل كلية في كل جامعة وتحمل الليحة الدراسات العليا بتاعتهم وتشوفها وتقراها بشكل جيد جدا. النقطة التانية ازاي اختار كلية لتسجيل الدراسات العليا? بشوف الاقرب للمربع السكن بتاعي. دي رقم واحد. يعني بعد ما ببحث عن ند. واقرأ الليحة بتاعت كل كلية. ابدأ اشوف مين فيهم اقرب لسكني. علشان ما رقش نفسي اسنان الدراسة وما تعبش نفسي. طيب ايه تاني? بشوف ايه الكلية فيهم اللي فيها التخصص اللي انا اختارته. اتاحة التخصص اللي انا ايه? اختارته. واحنا اتكلمنا في الاصطاعد اللي فاتت. ازاي اختار التخصص. وايه التخصصات المتاحة? فخلاص انا دلوقتي بدور على الكلية اللي فيها التخصص ده متاح. طيب لو بعيدة عن سكني شوية خلاص هبعد عن السكن مش مشكلة التخصص اهم. يبقى انا كل ما بنزل بختار يعني كل ما بنزل دلوقتي في الحاجات اللي اعرضها دي. يبقى انا بروح للأهم. جميل جدا. يبقى السكن انها تكون قريبة لها دي حاجة مهمة. بس الاهم ان يكون فيها التخصص اللي انا اختارته. طيب ايه تاني? مدى مطابقتي انا كمتقدم للدراسة حسب شروط القبول في الكلية دي. يبقى مدى متبقتك للكلية حسب شروط القبول فيها دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. هتقول لي يا عم ياسر ما انت لسه قيل في النقطة اللي قابلها اتاحة التخصص. فخلاص طرح ما التخصص متاح. وانا قريت شروط الكلية ما نخشه خلاص. طب ما خب بالك. ما في كلية بتقول لك اعمل دبلوما قبل ما تخش التمهيدي بتاع التخصص ده. وفي كلية تقول لك لا انا عايزة كورس. طب ما هو الكورس اسهل. طب ما تخليك في الكلية لقيت لك عايزة كورس وتخلص وتنجز وتاخد الشهادة بتاعتك. طب ده في كلية بتقول لك انا عايزة دبلوما وعايزة كورس. طب ده عايزة اللي اتنين. طب يبقى روح للشروطها اسهل بالنسبة لي. وانا حققت اكبر قدر ممكن من شروطها. ولا روح لأي كلية وخلاص وشروطها صعبة وشروطها كتير. وهتقبلني بعد ما حقق الشروط دي. طب ليه? ما تخليك في الكلية اللي شروطها اقل بالنسبة لك. وانت محقق نسبة كبيرة من شروطها. مش كده ولا ايه? هتقول لي طب ما هو كده بقيت تحت التخصص مش متاحة قوي. والسكن بقيت ابعد. طب ما تخليك في ده. ما انت هتخلص بسرعة وهتنجز نفسك. وهتعمل بحث علمي كويس. وفي نفس الوقت مش هتأخر نفسك في الدراسات العليا. مش كده ولا ايه? وده ودي نقطة برضو مهمة. واخر نقطة بقى في حتة اختار ازاي? انت لازم بعد ما تعمل كل ده تروح للكلية بنفسك وتسأل بنفسك. ما تعتمدش على ان انت جبت معلومات من عننت وانت قاعد. يبقى انت ما تنفعش في الدراسات العليا. ايه ده ازاي? ايوة. لازم تروح بنفسك الكلية وتسأل وتقابل الدكاترة وتقابل الدكتور فلان وتقابل مدير الدراسات العليا. تقابل وكيل الدراسات العليا. تقابل الدكاترة واستفسر منهم واعرف منهم الصح. ما تسيبش نفسك لمعلومات الانترنت وخلاص. وتروح بعد كده تقدم تلاقي المعاد انت قفل تلاقي معاد انتهى تلاقي في مستجدات حصلت على اللايحة وانت ما تعرفش وما ترفعتش ما تحدستش اللايحة على الانترنت فواجد وارد انك تلاقي فعلا حاجات جديدة ما تحدستش فانت لازم تروح تسأل بنفسك وتلف بنفسك الجامعات دي وتروح وتسأل وتعرف طب ليه قريتك اللايحة من من على النت عشان يبقى مبدئيا عارف انت مقبول في الكلية دي ولا لا من نواحي المبدئية وتبقى عارف من نواحي المبدئية متطلبات الكلية دي انت قادر عليها ولا لا خدت بالك طيب خلاص عدت المرحلة دي ابدأ بقى تحرك وروح الكليات دي تسأل بنفسك وما تقعدش وتمسك التليفون وتفضل تتصل بالتليفون وخلاص في حاجات ينفع تنجزها بالتليفون وفي حاجات ما ينفعش تنجزها بالتليفون لازم تروح وتسأل بنفسك وتسمع بنفسك من الدكاترة ومن مسؤول الدراسات العليا طيب بكده احنا خلصنا مع بعض اهم النقاط اللي تكلمنا فيها ايه هي الدراسات العليا صفات طالب الدراسات العليا التخصصات المتاحة للدراسات العليا القسم نظر معلومات الإدارية او تخصص معلومات إدارية وقلت ازاي اخطار كلية لتسجيل الدراسات العليا فيها فاضل ايه فاضل اهم نقطة واهم سؤال يخصينه في موضوع الدراسات العليا ايهما افضل اعمل دراسات عليا وامشي في الكارير بتاع الاكاديميك ولا اروح اعمل ماجستين مهني وشهادات دولية. وهل في فرق بين الماجستير العلمي والماجستير المهني وايهم افضل. والشهادات الدولية طيب واخد ان انا ابقى لحاجة دولية وامشي في سكة احسن لي وافضل لي ولا ااخد دراسات عليا احسن لي وافضل لي. مش عايز اضيع وقت برضو عالفادي. وان انا اضيع فلوس ومجهود واسنين عالفادي. وفي الاخر ما لقش شغل كويس وما لقش مرتب كويس. ما احنا برضو يهمني ده. فاعمل ايه? اعمل دراسات عليا ولا لا? وخليني في الكورسات والشهادات الدولية. ان شاء الله السؤال ده هرد عليكم فيه بازن الله في فيديو خاص ليه. علشان هرد عليكم من خلال خبرتي العملية. الناس اللي تعرفني انا كنت شغال طبعا سيستمس كونسلتنت فترة كبيرة جدا في حياتي. اشتغلت اول ما اشتغلت زمان كنت اي تي مانجر اسوأ الحرة. فالحمد لله من خلال خبرتي العملية في السوق. ومن خلال خبرتي العلمية. ومن الجوانب العلمية كراجل اكاديميك الحمد لله ومعين الحمد لله في مكان اكاديمي. هقول لكم ان شاء الله رد السؤال دوت بكل شفافية وبكل امانة. وربنا يوفقكم ان شاء الله وانتظروني بازن الله في الفيديو الجديد على رد سؤال اعمل دراسات عليا ولا ما اعملهاش. وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.